اهلا احبائنا مشاهدينا في كل مكان حديث اليوم عن دور المسيحي تجاه السلطة وكيف يحيى المؤمن في وسط هذا المجتمع وانت لاحظ ان العالم منقسم الى قسمين ممكن تقول شرق وغرب وممكن تقول ديانتين الى اخره لكن بشكل عام في هجوم كاسح هجوم شرس على شعب الرب وعلى كنيسة الرب يمكن هذا الهجوم او هذا الاضطهاد في كتير من الدول ما يكونش جسدي معا في كتير من الدول اللي بتمارس الاضطهاد بتحاول تظلم او تحجز حرية الانسان ولكن الاشر خطورة هي في الدول الغرب انه بتشوف ديانات او قيم اخرى الها مكانتها والها اولويتها امام التعليم المسيحي مع انه اي انسان في هذا الوجود سواء بشهادة الاعداء قبلا والعلماء والحكماء والفلاسفة وطبعا المؤمنين الكل اجمع انه تعليم المسيح هو متفوق على اي تعليم في هذا الوجود لكن من ناحية اخرى منشوف حرب شرسة حرب فكرية اللي بتهاجم هذه المبادئ المسيحية مش لاي سبب اخر لانه بكل بساطة انه مسيحي والمسيحي طبعا مش عم بيعمل اشياء ضد الانظمة او ضد الحكومات بكل يعني بكل بساطة عم بيحاول يمارس ايمانه وعقيته بغض النظر في اي بلد عم بعيش فيها وهي المشكلة مش مشكلة حديثة مشكلة قديمة جدا